اشتركوا في القناة الذي يحظى به الأيتام في مملكة البحرين وحرص جلالته على تقديم مختلف الخدمات والرعاية لنكون سندا وعونا لأبناء مملكتنا الغالية التي تنعم بقيادة جلالة الملك المفدى وبدعم حكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جاء ذلك بمناسبة ذكرى يوم اليتيم العربي الذي يصادف الجمعة الأول من أبريل حيث أكد السمو أن رعاية اليتيم هي أحدى ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى إيمانا من جلالته بأهمية دور اليتيم في بناء المجتمعات والنهوض به من أجل خير شعب البحرين الكريم بمختلف فئاته وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وأوضح السموه أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحرص وضمن عملها اليومي على متابعة أبنائها والاتمام بهم وبصحتهم وتعليمهم وتوفير كافة أشكال الرعاية والخدمات التي تسهم في تطورهم والصقل شخصياتهم إلى جانب توفير الحياة الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم من أجل بناء جيل متعلم ينهض بالوطن من جانبها عرب الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دكتور مصطفى السيد عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على اهتمام جلالته الدائم بتقديم أفضل الرعاية لأيتام البحرين وتوفير البيئة الصالحة لهم مثمنا الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الرشيدة مشيدا بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وقيادته للعمل الإنساني للمؤسسة بشكل مباشر وحرص سموه على تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدة اشتركوا في القناة